موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام سأتكلم في هذه السلسلة عن مهارات الأداء القرآن والتقنيات التي يحتاج إليها الإمام والقارئ لتحسين صوته وزيادة التأثير به الصوت نعم عظيم من الله سبحانه وتعالى والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم وفي هذا دليل على أهمية الصوت في إيصال معاني القرآن الكريم وإبرازها للمستمع الصوت نعم عظيمة بلا شك وموهبة الصوت الحسن موهبة عظيمة يجب على من يحصل عليها أن يشكر الله عليها ولكن الموهبة وحدها لا تكفي لابد من الاعتناب هذه الموهبة وتطويرها التطوير المنهجي الصحيح الذي يصل الإنسان من خلاله إلى التأثير المطلوب في هذه الحلقة سأتكلم عن تعريف الصوت ما هو الصوت؟ الصوت هو اهتزازات تحصل في الحنجرة ناتجة عن الهواء الصادر من الرئتين حيث يتشكل الصوت بصورته النهائية في تجاوف الفم والأنف من خلال هذا التعريف يتبين لنا مكونات الجهاز الصوتي لدى الإنسان الفوكل سيستم وهي الرئتين والحنجرة وتجاويف الفم والأنف وقد يستغرب البعض ويقول ما علاقة الرئتين بالصوت؟ الصوت في أساسه هو عبارة عن نفس لكن هذا النفس يتحول إلى صوت من خلال الحبال الصوتية في الحنجرة وبالتالي كلما كان التنفس صحيح ومستقر كلما كان الصوت صحيح ومستقر كذلك وفي حلقات ومواضيع قادمة سنتحدث بالتفصيل عن أهمية التنفس بالنسبة للمؤدي والقارئ وسنتحدث عن الطريقة السليمة لإخراج الصوت بإذن الله أما الحنجرة فهي النجم المعروف في مجال الصوت فأي قارئ متميز بصوته دائما ما يسمى بالحنجرة الذهبية الحنجرة الماسية الحنجرة الفضية وهذه الحنجرة دورها تحويل النفس إلى صوت بالإضافة إلى دورها البارز في تقنيات الأداء ومهارات الأداء مثل العرب وأيضا أهميتها في إخراج طبقات الصوت بالصورة الصحيحة وأخيرا تجاويف الفم والأنف عمليا نتحدث هنا عن مخارج الحروف لا يخفى على الجميع أهمية مخارج الحروف بالنسبة للقارئ حيث أن القرآن نزل بلسان عربي مبين وبالتالي لا بد أن تكون المخارج صحيحة وسليمة والعلاقات بينها أيضا صحيحة وسليمة وصفاتها صحيحة وسليمة ليخرجنا في النهاية أداء متقن جميل رائع تطرب له الأذن ويخشع له القلب ويكون متقبلا عند الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر